الوراثة والجنس في عنا مفهوم أول هو الوراثة المرتبطة بالجنس الوراثة المرتبطة بالجنس ماذا أعني بالوراثة المرتبطة بالجنس؟ لأنه في عنا مفهوم آخر سأتعرف عليه بعد قليل ما هو هذا المفهوم؟ ستعرف عليه إذن المفهوم الأول هو الوراثة المرتبطة بالجنس وهذه حالة قليلات لصفات جسمية غالبا محمولة على جزء من الصبغي الجنسي X وليس لها مقابل على الصبغي الجنسي Y المفهوم أنه أنا بعرف أنه الصفات الجسمية محمولة وين؟ على الصبغيات الجسمية وشفنا أنه قلنا في شفع من الصبغيات الجنسي يحدد الجنس إلو علاقة بيش؟ بتحديد الجنس الآن أنا أمام حالي أنه مورسي مسؤولي عن صفة جسمية لكن هوين موجودي؟ على الصبغي الجنسي موجودي على الصبغي الجنسي هنا هذه الحالي أسميها الوراثة المرتبطة بالجنس ولكن على أين الصبغي موجودة؟ هل هي موجودة على الصبغة X أم على الصبغة Y؟ نعم هي إذن موجودة على الصبغة X لكن ليس لها مقابل تماما إذن ليس لها مقابل على الصبغة Y ولذلك أنا أكتب مثلا كما أسألي وراثي مرتبطة بالجنس بحط مثلا X وليكون الصفة حدها برمز صغير وي بحط حدها صفر يعني ما في عليها مقابل هاي في حالة الذكر أما في حالة الأنسة XX فبدي حط لها التنتين اللي X هين بدي حط لهم مورسات فإذن هي المورسات جسمية لكنها محمولة على الصبغة الجنسي الوراثة المرتبطة بالجنس عندها ذبابة الخل والتهجين بينها سولانتين صافيتين من ذبابة الخل هناك إناث عيونها بيضاء وصفتها R غيري معنى توش المتنحي مع ذكور عيونها حمراء R كبيري صفة سائدي كانت ذكور النسل الناتج بعيون بيضاء لاحظوا أنه كانت الإناث هون الإناث عيونها بيضاء والذكور عيونها حمراء طلع عنا ذكور النسل الناتج عيونها بيضاء بمجرد ما أقل لي أنه في الأبناء أنه يوجد ذكور تحمل صفة كذا وإناث تحمل صفة ثاني فوقت الميز بين أنه ذكور وإناث بالصفات أعرف أنه هذه أشو وراثة مرتبطة بالجنس إذا كان قال مثلا الأفراد هاي أزارة حمراء وهاي أزارة بيضاء إذا ما ذكر ذكور وإناث معنى تون أشو وراثة عادي أما إذا ذكر بالمسألة ذكور مثلا تحمل صفة كذا وإناث تحمل صفة كذا فهي التمييز بين الصفات التي تحملها الذكور والإناث هنا يكون لدينا وراثة مرتبطة بالجنس في مثالنا هنا عند ذبابة الخل الإناث كانت عيونها بيضاء والذكور عيونها حمراء نتج النسل ذكور عيون بيضاء والإناث بعيون حمراء كيف نفسر هذه النتائج طبعا التفسير أنه هناك وراثة مرتبطة بالجنس يعني صفة لون العيون مورثة لون العيون محمولة على الصبغة الجنسة X وليس لها مقابل على الصبغة الجنسة Y لنتعرف على الجدول كيف يكون ذلك عندنا ذكر أحمر العينين والذكورة شو كان X Y X Y عند طبعا ذباب الخل مثل الإنسان هاي الـ X كان عندنا أحمر العينين معناته R كبيري Y صفر يعني ما ما في عليها أي مورسة لا هي R صغيرة ولا R كبيرة ما رح تفرق معها الإناث بيضاء العينين معناته تحمل الصفة المتنحية وهي X X وبحط حدة R صغيرة هون و R صغيرة بحطها ضمن قوسين على طرف الرمز إذن رمز الذكورة والإنموسة مثلا بحطها X مثلا كبيرة و الصفة الصفة المدروسة بحطها لطرفها بقيمة أصغر من رمز الذكورة والإنموسة وبحطها ضمن قوسين ما هو احتمال أعراس الأبوين ما هو احتمال أعراس الأبوين مين بيقل على احتمال أعراس الأبوين طيب هون واحد على واحد XR صغيرة واحد على واحد XR صغيرة R صغيرة وهذا لمين للأنثة ولا تذكر نصف XR كبيرة زائد نصف Y0 تماما ممتاز العرض الظاهر عندكم نعم طيب أنا لأنه عندي كويس إذن عند الذكر نص XR كبيري نصف Y0 عند الأنثى واحد على واحد XR صغيرة واحد على واحد XR صغيرة لأنه التنتين عندها قلنا عند الإناث بتعطيه نفس النمط نفس العراز طيب النمط الوراثي اللي الجيل الأول مين بيعط بيعطينا إياها رح يطلع لنا النمطين هون لأنه هون عنا عند الذكر نمطين الأول رح يتحد مع الأنثوي والتاني رح يتحد مع الأنثوي فالX من الذكر مع X من الأنثى والY من الذكر مع X من الأنثى يعطينا يعطينا نصف نصف XR كبير XR صغيرة زائد نصف XR صغيرة Y صفر نصف نصف XR كبير XR صغيرة و نصف XR صغيرة Y صفر تماما إذن هاي الأول نصف XR صغيرة Y صفر أحسن و نصف XR كبير R صغيرة هلق XX هاي هي أنثة مهي والXY هنا ذكر لاحظوا أنه ذكر أخذها شو الR صغيرة اللي هي اللون الأبيض للعيون أبيض تماما ممتاز إذن والأنثى عندها التنتين R كبير و R صغيرة و أنا بعرف أنه إيناس حمراء تمام إذن الR كبير هي الساعدي ولذلك رح تكون إيناس حمراء العينين والذكور بيضاء العينين لاحظوا أنه كانت أشوى ذكر أحمر طلعت الذكور هم بيضاء والإيناس إذن صار في عندي تنويع ب هاي بالنسبة ل الهجونة الأولى هذا يدل على أن الليل اللون الأحمر راجح على الليل اللون الأبيض R صغير في لون العيون عندها ذبابة الخل النمط الثاني من الوراثة يسمى الوراثة المتأثرة بالجنس إذن المرتبطة بالجنس هي اللي بتكون ها شو مورستات لصفات جسمية محمولة على الصبغ الجنس X وليس لها مقابل على الصبغ Y وراثة متأثرة بالجنس وراثة متأثرة بالجنس هي طبعا ما لا علاقة بالأصل ما لا علاقة بالأصل بجنس الفرد ما لا علاقة يعني كمادي وراسي كصفة ما لا علاقة لكن بعد ما يصير انه هذا الذكر في عنده حاثات جنسي ذكري هاي تؤثر على تعبير المورسي عن نفسها لإظهار صفة والحاثات أو نعم الحاثات الجنسية الأنثوي تؤثر على المورسي للتعبير عن نفسها عند الأنثة بالنمط الظاهري مختلف عن النمط الظاهري عند الذكر إذن هذه المورسات المتاثرة بالجنس محمولة على الصبغيات الجسمية العادية مثل باقي المورسات لكن هون النمط الوراثي عما بدي يعبر عن نفسه لإظهار نمط ظاهري قبل كنا نحكي عند ماندل أن كل نمط يعبر عن نفسه بطريقه الخاصة ما لا علاقة الجنس بها الحقي هون الجنس يدخل فيه التأثير على النمط الوراثي للتعبير عن نفسه في نمط ظاهري فعند الذكور سوف يعطي نمط نفسه نفسه هو نفسه النمط الوراثي رح يكون تعبيره عند الذكور مختلف عن تعبيره عن نفسه عند الإناث هذا السبب هو أنه تأثر المورثات بالحاسات الجنسية المثال هون هو ظهور القرون عند الأغنام ظهور القرون عند الأغنام أو انعدامها طبعا الأليل الراجح لصفة القرون هو أتش كبيري راجح على الأليل أتش صغيري عند الذكور و عند الإناث لا لا يكون قادر على الرجحان بسبب تأثير الحاسات الجنسية الونسوية عند الذكور أتش كبيري وأتش صغيري إذا وجدت نثنتين فالأتش كبيري بتظهر قرون يعني في النمط المقصود هون النمط المتخالف إلا واقح أتش كبير أتش كبيري إن كان الذكور أو أونسا بعد يعبر عن نفسه هذا لأنه لا يوجد غير المورسي و سيعبر في وجود قرون الأتش صغير أتش صغيري هذا النمط المتنحي لا يوجد قرون أما النمط المتخالف أتش كبيري أتش صغيري عند الذكر بيظهر قرون لأنه هاي تعتبرون أشو مورسي سائدي عند الأنسا ما في قرون فما عبر عن نفسه عند الأنسا نتيجة أشو تأثره بمين بالحاثات الجنسية فعند النمط إذن أتش أتش قرون عند الذكور وقرون عند الإناث لأنه هاي أشو صفة ما في غيرها صفة إظهار القرون وهي يعني متماثلة لواقح السائدي الأش صغير أش صغيري بدون قرون عند الذكور وبدون قرون عند الإناث والخلاف الخلاف عند أش كبيري أش صغيري عند الذكر بتعطي قرون وعند الأنسا ما بتعطي قرون إذن هنا في النمط المتخالف للواقح الأش كبيري عند الذكر سادت على الأش الصغيري فعطت قرون أما عند الأنسا فما كانت سائدي أبدا فعطت مثلا مثل إذا كانت متنحي أتش صغيري أتش صغيري وكأنها أتش صغير أتش صغيري بدون قولون هذا تأثرت هاي المورسين المتخالف في الواقع حون تأثرت بالحاثات الجنسي الأنفوي فلم تستطيع التعبير عن نفسها كذلك عند الإنسان منشوف الصلع الجبه يتأثر عند الإنسان بالجنس فعند الذكور طبعا نفس المدل والرمز مثلا أتش كبير أتش كبيري للصلع فعند الذكور راح تعبر عن نفسها بصلع كامل عند الإناث كمان صلع الأتش صغير أتش صغيري طبيعي الأتش كبير أتش صغيري بيظهر عند الذكور صلع عند الإناث خفيف الشعر إذن ما في صلع عندها نتيجة تأثر بالحاثات الجنسية الأنسانية ترجمة نانسي قنقر